وصلنا الحلقة اللي فاتت ان احنا وصلنا لبداية التحضيرات الخاصة بخيوط السدى. او التحضيرات عمومة الخاصة بعملية النسيج. لكن النهاردة نبدأ نشوف ازاي عملية النسيج بيتم التجهيز لها بشكل اه كامل. اول حاجة عندي هناخد جزئية مهمة جدا وهي بعد عملية التزدية. بيحصل ايه? انا باخد مطوط السدى. بروح اركبها عندي على مكنة نسيج. بسحب منها خيوط السدى. بتمر على حاجات. الحاجات دي طبعا عشان احنا لسه في سنة قولها مش عارفين مسماها. لكن حاجات دي اول حاجة عندي سمسمة الاشتيك او سماسم الاشتيك. بعد كده الدرق. بعد كده المشت. بعد كده مسند الصدر. بعد كده مطوط القماش. يبقى القماش او في البداية بيدخل خيوط سدى من خلف المكينة. بيتحول لقماش في امام المكينة. المسافة دي كلها مش جهاز واحد ولا تلات اجهزة زي ما احنا بنتكلم كده. في مجموعة كبيرة من الاجهزة اللي بتساعدك على الانتاج. موجودة على المكنة بالاضافة للاجهزة الاساسية بتاعتك. انت عندك خمس اجهزة اساسية. لهم خمس حركات اساسية. اول حاجة. الرخو. ده الجهاز اللي بيقابلك من خلف المكينة. راكب عندي على الجزء الخاص بالمطوة والبي فك المطوة. بيساعدها على الفك. بيفكها. بيحل السدى من عليها. بعد كده المسند الخلفي ده بيسند الخيوط بس. عشان يقدر اتجاهها من الاتجاه الرأسي للاتجاه الافقي. فالخيوط طلعة كده وبتتحول في الاتجاه الافقي. اثناء مرورها في الاتجاه الافقي بيقابلها حاجات اساسية وحاجات تكملية. سماسم الاشتيك تكملية. دي بتفصل الخيوط الفردية عن الزوجات. ما لاش علاقة بالانتاج. هي بس بتفصل دي شغلتها. بعد كده هنلاحظ ان في حساس راكب ما بين السماسم هو بين الدرق. اسمه الدروبر. الدروبر ده شغلته ان كل فتلة متعلق عليها حاجة تشبه الشنكل. او زي ما احنا بنسميها شنكل. او حساس. تمام? الحساس دوت من المعدن? ولو قطعت الفتلة هو بيقى في المكنة. ممكن نلاقها المكنة وممكن من نلقاش. حسب مدل المكنة. او انا عندي المكنة في المدرسة هتلقى ممكن ما يكونش عليها دروبر. ليه? مدل قديم فبالتالي انا سيك بس ما لاش دروبر. فالجهاز ده تكميلي. يا يكون موجود يا يكون مش موجود. في حالة وجوده بيكون امان للمكنة. والانتاج اللي بيتم عليه. في حالة عدم وجوده بتحصل مشاكل القطع ونشوف بقى العيوب اللي احنا بنتكلم عليها او هنعرفها ان شاء الله في السنين الجاية مع دراستنا لوحدات بتاعتنا. طيب بعد كده بيمر على الدرق. والدرق ده شغلته انه بيفصل الخيوط عن بعضها لانتاج فتحة احنا بنسميها آآ فتحة لمرون المكوك. بنسميها كلاب علو وكلاب صفلي. بينهم من بعض مسافة فضية او فراغ بيمر من وسطه المكوك. الفراغ ده ممكن يكون بالشكل ده. فبالتالي الفراغ اللي بالشكل ده بيمر منه المكوك. بيروح للجهة التانية. وبيبدأ يتقفل ويتغير. يعني مش يفضل زي ما هو كده مسلا درق الاولى فوق التانية تحت على طول. لا. ده الدرق الاولى فوق التانية تحت. المرة اللي بعدها الدرق التانية هي اللي فوقه والاولى تحت. وهكزا يفضل الدرق طالع ينازل بالشكل ده. يتبادلوا مع بعض الحركة. ده في حالة لو انا بشتغل بنسيج بسيط زي نسيج السادة. فبقى عندي درقتين. طيب لو عندي انسيجة مختلفة ممكن يبقى في درقتين وفي اربعة وفي ستة وفي عشرة وفي خمستاشر وفي عشرين وفي واحد وعشرين وهكزا عدد الدرق بيبدأ يزيد. الى ان اصل ان المكنة وتقدرش تشيل او تتحمل عدد درق زي كده اقصى عدد درق اتنين وتلاتين درقة في مكينات الدوبي. هبدأ اتنقل بقى لمكينات الجكر او مكينات بستخدم اه جهاز جكر. فابدأ من اول مية اختلاف لغاية الفين اختلاف زي ما انت عاوز بقى يعيش بقى اختلافات. يعني في بقى ساعات بيركب جهازين مع بعض عشان يزود عدد الاختلافات. او اتنين هد الجكر فوق على المكنة. عشان يزود الاختلافات ويكبر النقشة. هو حر. عايز نقشة بشكل معين. فبالتالي بيجهز المكنة بالشكل المطلوب. فالمكينات دي بتقوم مجهزة لعمل نقشات كبيرة. زي النقشات اللي حين بنشوفها مسلا في كوفرتات في البطاطين وهكزا. لان دي طبعا بتكون شغالة عشان تقدر تعمل زي ما قلنا نقشات بحجم كبير. كوفرتة مسلا. حجمها او عرض التصميم بتاعي مسلا ممكن يكون نص متر. هجيب منين مكنة تقدر تعمل عدد اختلافات في النص متر دول. الا زي كنت انا مركب اتنين هد فوق المكنة عشان اقدر اشغل الكلام ده كله. فبالتالي فيه امكانيات بتختلف حسب القماشة اللي بتنتج. لما كون بطلع قماش مفارش. فبالتالي الهد الصغير يمشي معايا. لما اكون اتشغال بقى على المفارش الكبيرة بقى انا مش محتاج تصميم الصغير بقى عديت الرقم بتاعي لارقام كبيرة. فبالتالي بطلع على المكانات اللي بتنتج الكوفرتات والبطاطين. والسجات بقى ده موضوع تاني موضوع كبير جدا. في مكانات السجات. فبالتالي الهدف عندي ان انا اعمل تصميم كبير. او تصميم صغير. ايا كان نوع التصميم المهم ان انا بقى عندي اختلافات كتير. وفي وسط الاختلافات دي المكنة برضو بتشتغل بنفس النظام. بتطلع مجموعة خيوط لاعلى وبتسيب مجموعة خيوط اسفل او بتنزلهم من اسفل حسب مكنة فتح النفس اللي موجودة عندي. او جهاز فتح النفس. فانا عندي الانفاس بليها التلات انواع. يا اما علوية يا اما سفلية يا اما علوية سفلية مع بعض. فبالتالي حسب المكنة وحسب طريقة تشغيل الجهاز. انا بشوف الخيوط. يا اما تطرفع. يا اما تنخفض يا اما تنخفض مع بعض. تمام كده? احنا وصلنا للجزئية دي. تعالي بقى الحتة التانية. بعد ما خلصت عملية اللقي اللي هي دي اول مرحلة اسمها اللقي الخيوط. بلقيها في الدرق. بالترتيب المطلوب. ممكن يكون الترتيب اولى تانية تلتة ربعة لو عند اربعة درقات. او ممكن يكون اولى تلتة تانية اه ربعة حسب النظام بتاعي اللقي بتاعي. والنظام ده اللي بيحدده التصميم اللي ترسم. وبناءا عليه ببدأ ان انا اشتغل عملية اللقي بتاعتي. طيب بعد ما خلصت اللقي بروح على التطريح. والتطريح لازم بيكون بترتيب الخيوط اللي تم لقيها. ما نفعش اجيب خطة لقف الاول مع خطة لقف الاخر او في النص. واسحبهم في الباب الاولاني. لا. ده لازم الخيوط تكون متجورة في الاصل. ممكن تبقى مثلا عندي التطريح تلتة فتلة في الباب. واول تلت فتل عند مسحوبين كل فتلة فيهم في درقة مختلفة. ملاك ش دعوة. انت المهم من التلت خيوط اللي جنبه بعد دول لازم ادخلوا الباب الاولاني. وهم هتحركوا بالطريقة اللي احنا عاوزنا. تمام كده? حلو خلصنا الجزئية دي. نطلع بعد ما عملت عملية التطريح باسحب الخيوط بتاعتي على هيئة اه اشريطة. بابدأ اعملهم عملية ربط مرة تانية. وعلقهم اعديهم الاول على مسند الامامي. وابدأ اعلقهم في مشابك او زي اه بطريقة معينة. على ايه? على مطوة القماش من قدام. بدخل العقد ديت في المطوة. وابدأ اسحب السدى بتاعي اللي هو بتاع التقديم. بعد مسحب سدى التقديم ومتظبط خلاص وكل حاجة جاهزة. هنلقى على المطوة الامامية اللي هي الخاصة بالقماش. فيه جهاز اسمه جهاز الطي. يبقى الاجهزة اللي احنا بنتكلم عليها الاجهزة الاساسية خمسة. اللي هي بتكون الحركات الاساسية. الاجهزة الاساسية بتبدأ من الرخ ومن الخلف. بعد كده الجهاز فتح النفس اللي هو فيه الدرق. بعد كده الجهاز المشت اللي هو بيعمل عملية الضم. بعد كده الجهاز الاساسي او اللي هو بيبدأ عملية الامرار. امرار خلط اللحمة بتاعي. بعد كده الجهاز الطي اللي فيه الامام. طيب يبقى انا كده عندي حركات اساسية حركات السية خمسة. بتبدأ منين بقى؟ بتبدأ من فتح النفس مش من الرخو فتح النفس بعد كده امرار خط اللحمة بعد كده اضم خط اللحمة بعد كده الرخو وطاي رخو وطاي دول جهازين بتحركوا مع بعض في توقيت واحد تقريبا ده بيفك الخط وده بيلم القماش طب ليه في توقيت واحد لاتنين ده وده شغالين لان لو كنت برخي بس وما بعملش طاي كان القماش كان الخيوط السيدة هترتخي وده هيعمل مشكلة عندي على المكنة طب لو كنت بطوي الاول وبرخي بعدين كان هيعمل شد في خط السيدة كان ممكن يقطع لخط السيدة فبالتالي لازم الاتنين يشتغلوا مع بعض ويشتغلوا بطريقة معينة عشان اقدر افتح النفس ما قطعش الخيوط واقدر الم القماش بعد عملية الضم ده مختصر المفيد الخاصة بعملية النسيج ككل يعني طب تعالي نشوف بقى اللقي والتطريح والتقديم التلاتة حاجات الاساسيين اللي احنا قلنا عليهم اللي هتنفزه عندي عشان اقدر اوصل لعملية النسيج وابدأ اشغل الماكينة تعالوا نشوف بيتم ازاي بقى هنا كده عندي الموضوع بتاعي اسمه ايه الجزئية اللي احنا اتكلم فيها دلوقتي اللقي والتطريح والتقديم تعالوا نشوفهم عن طريق الفيديو اللي معانا ونشوف ازاي بيتم عملية الايه عملية التقديم نفسها وعملية اللقي والتطريح هنا يكون معانا مكنة يدوية المكنة دي هي اللي هتقوم بعملية الايه بعملية النسيج هنا زي ما قلنا اللقي ادخال خيوط السيدة في عيون النير والتطريح في ابواب المشت هنا نشوف فيديو سريع كده قدي هنا حط مطوط السيدة من الخلف وبدأ يعمل عملية اللقي اللقي هنا بيدخل خيوط السيدة فين في عيون النير بالشكل اللي احنا شايفينه تبدأ تتجمع بالترتيب المطلوب هنا ده نوع من انواع الدرق اللي هو بيعتمد على وجود خيوط مش اسلاك فيه طبعا فيها كلابات علوية وصفلية بيمر من وسطهم الخيوط بعد كده طبعا دول فيما بعد حركتهم هيتكون الفخز العلو والصفلي للنفس هنا شايفين بيرصهم بالشكل وبالترتيب المطلوب على عدد الدرق اللي عنده بالترتيب بتاعهم هنا دي اول حاجة زي ما قلنا عملية اللقي وهنا تمت على المكنة هنا في الاصل هاللحظة ان هي لها عملية بتتم برا المكنة بعد كده هي بيبدأ يعمل عملية التطريح ودي مكنة يدوية فاليها نظام في عملية اللقي والتطريح بتاعها بخلاف المكنة اللي بتاعنا هنا ده مدخل خيوط السدة كلها في ابواب المشت بالترتيب بتاعها بعد كده هيبدأ يحرك المكنة بتاعته هنا بدأ يشد الخيوط بدأ يجهز المكنة بتاعته عشان تنتج القماش بتاعي بدأ يجيب مطاوي هنا طبعا حصلت عملية التقديم ووصلنا ان بدأ يتم انتاج القماش بالشكل المطلوب بيسحب خيوط السدة من مطوط السدة وبيقدمه على الدرق بعد كده المشت بعد كده المطوط القماش وهنا طبعا ما تتقماش اسفل مطوط السدة وده طبعا عشان مكنة يدوية اما المكنة الالي بيكون بخلاف المكنة دي طيب بعد كده هللاحظ ان عندنا في المكنة بتاعتنا طبعا زي ما احنا شفنا هنا بالشكل ده كده هللاحظ ان انا عندي الشغل بتاعي بيعتمد على الفك الخيط من المطوط ومروره زي ما احنا هنشوف كده او زي ما احنا شفنا بعد قبل كده مروره على المطاوي او المساند المطلوبة وبعد كده دخوله في العيون النير او ما بين الكلابين العلو والسفل بالشكل ده عشان اقوم بعملية الايه اللقي المطلوبة طيب بعد ما عملت عملية اللقي وعملت عملية التطريح ببدأ ان انا انتج القماش بتاعي تعال نشوف بقى عملية النسيج نفسها هتم ازاي عملية النسيج بتكون بالشكل ده كده ده المختصر بتاعها هنا طبعا بيتم فتح النفس هنا الدرقة الدرقة العلوية بترتفع لعلى والدرقة بتنخفض لاسفل والمشت بيعود للخلف في انتظار مرور اللحمة اللحمة بتمر باللون الابيض خلي بالنا العلوي ايه ابيض والسفلي احمر بتمر بتبدأ تتم عملية الضم بالشكل ده اثناء عملية الضم هالله هزن فيه المطوى من الخلف بتتفك ومن الامام المطوى بتتلف يعني دي بتتلف لاتجاه الفك وده بتتلف لاتجاه التجميع بيتساوى الدرق وبيرتفع الخيط الاحمر لاعلى والخيط الابيض لاسفل معا طريق رفع الدرق الخلفي وخفط الدرق الامامي ده طبعا لاننا شغال نسيج سادة واحد على واحد بيمر خيط اللحمة مرة تانية وبيتم تضم خيط اللحمة الجديد واسناء الضم بيتم فك خيوط السادة ولف القماش يبقى هنا الرخو بيتم والطي بيتم بعد كده النسيج السادة النسيج السادة لما يجي اكلم عنه هقوله بيتكون من فتلتين بالشكل ده ودول فتل السادة ولحمتين بالشكل ده ودول بيكونوا اللحمات اللي هيتم تعشقهم مع الخيوط انا كده بيتكلم عن التراكيب النسجية وهنا وضحت شكل الفتلتين واللحمتين دول بالطول والتانيين بالعرض عشان يجمعوا مع بعض لازم يتعاشقوا عشان عملهم التعاشق تعالوا نشوف هنعشقهم ازاي هنقول ان ممكن تكون هنا قد الفتلة الاولى وادي الفتلة التانية هنلونهم باللوم بتاعه اللي هو الاحمر بعد كده هيبا عندي اللحمة الاولى بالشكل ده كده واللحمة التانية انا حطيتهم فوق الفتل هنا مفيش تعاشق هنا موجودين فوق بعض بس طب هيتم ازاي التعاشق هيتم التعاشق بوضع الخيوط فوق اللحمات في اماكن واسفل اللحمات في اماكن هنا طب تعالى هنا اللي هيتم الفتلة الاولى هي ماشية كده هنخليها اللحمة بتاعتي هتبقى فوق الفتلة الاولى بتحت الفتلة التانية هنديها اللون بتاع الفتلة عشان يبين التعاشق هنا بقى تعالى نشوف هنقول ان اللحمة كانت فوق الفتلة الاولى وتحت الفتلة التانية واللحمة التانية تحت الفتلة الاولى وفوق التانية يمكن وضحت هنا لما عملنا الموضوع بتاعنا ده فهنا الفتلة بتاعت الاولى تحت اللحمة الاولى وفوق اللحمة التانية الفتلة التانية فوق اللحمة الاولى تحت اللحمة التانية في الحالة دي انا عندي اربع تقطاعات اللي احنا بنحط عليهم العلامات بالشكل ده الاربع تقطاعات بتوعي دول هيترجموا عندي على ورق المربعات وبكده علامة الخاصة بالتصميم بتاع دي علامة اعتبر لحمة طيب الاربع تقاطعات بتوعي دول هاخدهم فين هاخدهم في تصميم كده على جنب. انا هنا عددهم كام عددهم اتنين في اتنين هاجي على التصميم بتاعي كده واحدد مربعين في مربعين قادة اتنين في اتنين بالشكل ده كده وهبدأ ان انا احط فيهم العلمية الاربعة طيب انا حددهم الاول بحدود خارجية. عشان نشوف المساحة بتاعتي. بقت كم بقت اتنين في اتنين. طيب الحاجة العلامات الخاصة باللحمة هتاخد لون اللحمة لو تقطعات اللحمة هتاخد اللون الازرق بتاع اللحمة والعامات الخاصة بمرور خيط السدى هتاخد اللون الاحمر بتاع خيط السدى ده شكل التصميم الخاص بعد ترجمته على وراء المربعات طيب هنا بقى اللحمات دايما عندي في التصميمات بتكون الدليل بتاعها باللون الابيض عشان نقول ان دي لحمة اما اذا كان خيط سدى فالالوان الموجودة عندي على التصميم اللون الوحيد الموجود ده بيعبر عن مرور خيط السدى فهنا انا هعمل واحد تاني بس العلامة بتاعتها تكون سدى عشان هو ده اللي احنا هنطبع عليه كل شغلنا فيه مبعا هنحط اللون بتاع اللحمة بالشكل ده وهحط التقطعات بتاعتي بالوضعية دي كده وهديها لون خيط السدى يبقى هنا واضح قدامي ان فتلة السدى الاولى فوق اللحمة الاولى تحت التانية فتلة السدى التانية تحت اللحمة الاولى فوق التانية هنبدأ نترجم الكلام ده على ورق المربعات ده محتاج مربعين فمربعين هعمل حدود بتاعته هحط كده المربعين بتوعي اللي هم بيعبروا عن مرور خيط السدى وهسيب الباقي باللون الابيض بالشكل ده يبقى انا كده وضعت العلامات الخاصة بالسدى وكمان وضعت العلامات الخاصة باللحمة تمام؟ لكن فيما بعد الرسم بتاعنا عموما هيكون ايه؟ باللون الايه؟ الابيض طب هنا بقى عندي حاجة مهمة جدا وهي المظهر السطحي لنسيج السدى بيتم ازاي تصميمه وعمله اول حاجة عشان اعمل مظهر سطحي المظهر السطحي ده عبارة عن فك التصميم من بعضه عشان ديزهر لقماشة بتاع شؤاتها هنا طبعا هناخد شكل المظهر السطحي هنعمل اطار للتصميم بتاعي هحط علامات نسيج سادى وهنا الدليل بتاعي او النسيج بتاعي بيقول ان النسيج ده بيبدأ بان السادى فوق اللحمة بالشكل ده كده نوزعت نسيج السادى وطبعا احنا هنتعلمه في الوحدة الخاصة بالتركيب النسجية او الانسيجة البسيطة حسب مسمى الوحدة بتاعتنا هنا هدي لون ليه اللي انا عملته ده وده معناه ان اي عمرب عم تلون معناه ان فتلة السادى فوق اللحمة في الاماكن الملونة باجي اعمل له عملية اللقي الفتلة الاولى في الدارة الاولى الفتلة التانية في التانية وبرمز للقي بعلامات اكس ولما كانش عندي امكانية وضع علامات اكس بلون المربع بالكيمة هنا طبعا بحط علامات اكس في الاماكن بتاعتها كلها طبعا ببسطة للعلامة طبعا بنزق العلامة وابدأ ان انا اوزعها في بقية الاماكن عشان اشغال كمبيوتر فبالتالي اقدر اعمل نسخ للعلامة ووضعها في بقية الاماكن الموجودة عندي في التصميم بعد ما عملت النسخ اعمل عمية اللز هنا ظهر عندي التصميم هنا ببدأ اعمل بقى ايه رباط الدوس ورباط الدوس هو لا يقوم بالتنفيذ المهام دي كلها ان شاء الله الاول ما بنحط للمكينة بتاعتي او بديم ده ان شغل المكينة بتاعتها فليبيشغل المكينة هو رباط الدوس هو اللي بيحرك الدرق وبناء عليه بتظهر اللي ماشى قدامي فبالتالي رباط الدوس بيكون حجمه بسيط طب تعالى بقى لما نيجي نعمل مظهر سطحي للتصميم ده التصميم ده مساحته مسلا ادي اتنين اربعة اه ستة تمانية اتنين في تمانية بستاشر زائد واحد سبعتاشر يبقى هنا محتاج سبعتاشر في سبعتاشر هحسب كده مساحة بتاعتي وتابع الارقام هلأ انا كده ستتاشر ادي كده سبعتاشر كده سبعتاشر في سبعتاشر وابدأ الون او اعمل حدود للمساحة بتاعتي بحب بقى في المساحة التصميم بتاعي بحدود عشان ابقى عارف ان انا بلون فين بالزلطة والشغال فين هنيجي هنا طبعا هنيجي نحط الوان تخص السدى في كل المساحة بتاعتي هسيب اول صف ومن تاني صف احط علامات الفتل هديها لون الفتلة الفتلة بتاعي اللي هو اللون الازرق وابدأ اكررها على المساحة بتاع طبعا عشان شغال كمبيوتر قدرت ان انا ايه اوزعها بس بتتوزع بالشكل ده دايما في مسافات فاضية بين كل فتلة والتاني واجي بقى على اللحمات عشان اعمل مصدر سطحي صح هحط لون اللحمة في الاماكن البيضة اللي بتتخلل الفتل كده بالشكل ده كده بوزعها بحط العلامات بالشكل طبعا انا مفروض ان لو اشغال على ورق مربعات بدل ما احط اللون مباشرة على خيوط السدة بحطه بلون روساص لو ما بخلص بضيف لون الخيوط بالشكل المطلوب هنا طبعا وضعت او اللحمة وهبدأ اشوفها اللحمة الاولى تحت الفتلة الاولى فوق التانية وهكزا تحت اللحمة تحت الفتلة الاولى هسيبها لونها ازرق طب اللي بعدها بيضة يبقى لونها احمر يبقى المربع التاني ده يبقى لونه احمر بعد كده واحد ازرق اللي بعده هتبقى متسابة وبعد كده احمر هحطها معايا بعد كده متسابة بعد كده معايا ودي متسابة ودي معايا طبعا كده وروح مديهم اللون الاحمر بتاعي كده هيظهر بقى ان الفتلة اللحمة بتاعته يمشي تحت الفتلة الاولى وفوق الفتلة التانية تحت التالتة فوق الربعة تحت الخمسة فوق الستة تحت السبعة فوق التامنة ومشينا كده زي اول صف كده انا برضو هعمل كاللي عملته مع اللحمة الاولى هعمله مع اللحمة التانية وهنا طبعاً لأنهه بدء بعلامة لحمة فهبدأ أحط علامة اللحمة على الفتلة الأولى وسيب الثانية الفتلة الثالثة وسيب الرابعة الفتلة الخمسة وسيب الستة فتلة السبعة وسيب رقم ثمانية وأضعت العلامات بالشكل ده كده ونفذت التصميم بتاعي بالوضع المطلوب كده أنا أعملت أول لحمة وتاني لحمة طالح نطلع على تارة لحمة وهلقيني بنفذ الكلام ده بالشكل المطلوب أنا طبعاً لو كومبيوتر أقدر أنسخ المسافة دي كلها وابدأ ان انا اوزعها في المساحة بتاعتي وزي ما احنا شايفين كده بالشكل ده انا اقدرت ان انا اعمل او صفين هقدر انسخ الصفين دول ووزعهم او امشي بالشكل ده فبالتالي انا هنا هكرر اللحمة دي هتكرر في الجزئية دي والليحمة اللي تانية اللي بعدها وهكذا للاخر طيام كده يبقى انا كده اقدرت ان انا اوصل لشكل التصميم بالشكل المطلوب طيب وانت بتعمل كده في التصميم بتاعك احنا طبعا شايفين ورق المربعات ده وعارفين ان في وحدة التراكيب النسجية او وحدة النسيجة عموما لما هاجه اشتغل هشتغل على كمبيوتر يبقى عندي جزء اه معرفي وده اللي احنا بنعرف فيه وجزء مهاري هشوفك ازاي انت بتطبق المهارات عندك في المنظومة بالشكل المطلوب فبالتالي هقدر اصمم الشغل بتاعي وعلى الكمبيوتر واقدر كمان اصممه على الورق فبالتالي يما الكمبيوتر والورق الاتنين هيساعدوك على تنفيذ المهام والمهارات الاصلية بتاعتك طيب بعد كده بقى محتاج ان انت تشوف الكلام ده بشكل اه افضل انا محتاج اعرف يعني امتداد نسيج سادة ودي برضو اه احنا بنتعرف على التراكيب النسجية بس مش شغالين بالكامل في الوحدة احنا قلنا الوحدة في زميل لنا شغال فيها وبنستكمل او بنشارك معا عملية التقديم الخاصة الوحدات بتاعتنا يبقى انا هنا امتداد النسيج السادة تعالى نشوف هنعمل النسيج السادة ممتد ازاي هنا طبعا اه كوانت العلامات بتاعت كانت بسيطة فيه النسيج العادي وبدأت ان انا اضيف على كل علامة منهم كمان علامة او كمان علامتين الغرض من عمل الامتداد هو تغيير مظهر القماشة ووضع تصميم بسيط بيشتغل بدرقتين لتغيير مظهره وتغيير سطح القماشة عشان تطلع علي بدرقتين حاجة تانية خالص فانا عندي الامتداد تلات انواع ايما في اتجاه السادة ايما في اتجاه اللحمة ايما في كل الاتجاهين في اتجاه السادة تلقى تصميمات طولية في اتجاه اللحمة تلقى تصميمات عرضية. فكالة جاينة تلقى تصمات مربعات. فبالتالي انا محتاج اني اشوف التصميمات وقارنها بالنسج السادة العادي. بحتاج اعرف ايه مظهر القماش يبقى شكله ازاي. لما اقوم بعمل التصميم بتاعي. الاساسي اللي هو السادة واحد على واحد. وابدأ افرده في اتجاه السادة. وابدأ اخلي الفتلة تخطي فوق اكتر من اللحمة. وغير شكل القماشة. ده هيخلي في تنوع في الاقمشة. هيخلي تصميم استخدم نفس الدرق. تغير شكله. بقى ممتد السادة. بقى ممتد لحمة. بقى ممتد كلا الاتجاهين. الشكل اتغير. الشكل اتغير اداني حاجة مختلفة. حاجة اقدر اقول ان لا ده اختلفت وخصوصا كمان لما اجي اشتغل بقى كلا الاتجاهين. كلا الاتجاهين جميل جدا. انا بحبه. حب تصميمه وبحب شغله. ليه? بيطلع لي الشغل بالشكل المطلوب. بيطلع لمربعات. بيطلع ليه مش عامزة لمربعات. التاني في السادة اللي هو ممتد اتجاه السادة بيطلع للقماشة مقلمة بس بالعرض. خد بالك هم ممتد سادة. بس القماشة بتبقى مقلمة بالعرض. طيب ممتد اللحمة بتبقى القماشة مقلمة بالطول. فهو بيديني اشكال وانواع من العمشة. ممكن تكون الام عريضة. الام رفية. الايان الام فيه اعريضة مع رفية. ده لو نظام حسب التصميم بتاعك. فانا عندي ممتد سادة منتزم. ممتد السادة غير منتزم. ممتد لحمة منتزم. ممتد لحمة غير منتزم. ممتد كاللي تجين منتزم. ممتد كاللي تجين غير منتزم. يعني ايه منتزم يعني غير منتزم. لما جانا نشتغل نسيج السادة يكون بلون السادة واحد على واحد. يعني فتلة فوق وفتلة تحت. لما نقول السادة ممتد في اتجاه السادة منتزم. يعني مسلا نقول اتنين على اتنين. تلاتة على تلاتة. اربعة على اربعة. خمسة على خمسة. مقام قد البسط. ممتد لحمة منتظم يعني برضو اتنين على اتنين. تلاتة على تلاتة اربعة على اربعة. البسط قد المقام. لما يكون ممتد كلا اللي تجاهن منتظم برضو هنلقى الكسر بتاعه منتظم. اتنين على اتنين. تلاتة على تلاتة. اربعة على اربعة. خمسة على خمسة. طب فوسط الكلام ده كله ما بقولش واحد على واحد ليه? ممتد في اتجاه السيدة. ما هو اصلا اصلا في الاساس انا بمد نسيج كان واحد على واحد. بمده. بفرده. بكبره. بغير شكله. بغير مظهره. محتاج اكون عارف. انا هحط كام فتلة على كام لحمة. او كام فتلة على كام فتلة. او هي تطلع فوق كام وتنزل تحت كام. ما هي الفكرة كده? الفتلة ايما تطلع فوق مجموعة لحمات بالشكل ده? فتلة واحدة. تطلع فوق مجموعة لحمات. ده كده ممتد سدى. او لحمة تعدي فوق مجموعة من الفترة. ده ممتد لحمة. او مجموعة لحمات تغطى مجموعة فترة او مجموعة فترة تغطى لحمات. ده ممتد كده الاتجاهين. في كده سدى اللحمة ممكن فصل مجموعة فتلة. ده الغرض منه تغير شكل القماشة عشان يبقى عندي تنوع في شكل القماشة مع استخدام عدد الدرق البسيط اللي احنا شغالين عليه. فبالتالي قدرت اعمل مظهر مختلف. قدرت اطلع شكل مختلف. قدرت اطلع تصميم مختلف. فبكده يبقى انا قدرت اغير مظهر القماشة. طب تعالى بقى نشوف هنغير مظهره ازاي. تعالى نشوف التصمات بتم تنفيذها ازاي. بالشكل ده كده. هنا طبعا هنا مجموعة المربعات اللي عندي هنا. هنبدأ نعمل نسيج سادة. ادي نسيج سادة لو انتم. ازا وضعت التصميم او وضعت علامات اعلى واسفل التصميم. يبقى ده نسيج السادة ممتد في انتجاه السادة. ادي نسيج السادة الاصلي. واحط عليه علامات. ادي علامة فوق. العلامة اصلية. وعلامة تحت العلامة الاصلية. تمام كده دي هاللوم بتاعه. طب ده هنا ممتد اتنين على اتنين. او ممتد بعلامتين في اتجاه السادة. ممكن يبقى المسمى كده ممكن يبقى المسمى كده. هنا بقى العلامة الاصلية ودي علامتين فوقيها ودي علامتين تحتها. هلونهم بلون تاني عشان بس عارفك ايه العلامة الاصلية او خليهم بنفس اللون بتاعهم. تمام كده? هنا هنحط الاصلي تاني. وهنحط عليه تلات علامات. اسفل واعلى. بقى ممتد بتلات علامات فوق العلامة الاصلي. وهكزا. يبقى انا بدأ بسادة واحد على واحد ووصلت لسادة ممتد تلاتة على تلاتة. ادي هنا كتعلامتين. هنا بقى اربع علامات. هنا بقى ستة. هنا بقى تمن علامات. لو لاحزنا وحصل تكرار للتصميم هنلا بيديني مظر القماشة على الطبيعة. اقلام عرضية. لان الامتداد جاي من السادة. طب تعال كده نبعد شوية. ونشتغل نسيك السادة مرة تانية. ونديها لون احمر مثلا. وهنجب بقى نحط العلامات. هنا طبعا نشتغل ممتد لحمة. فبالتالي الحركة بتاعتي هتكون عرضية. ادي اللحمة بتاعتي. ممتد بعلامتين اللحمة. وهنا ممتد بتلاتة علامات لحمة. او ممتد تلاتة على تلاتة في اتجاه اللحمة. هنا هعمل التصميم بتاعي وهخليها ممتد باربع علامات او بتلات علامات فوق العلامة الاصلية. وهكزا. هتلاقي برضو في التدريج. كل تصميم انهم هيديني شكل مختلف. بس كلهم الاول في الاول والاخر هيكونوا ايه ممتد لحمة. دي طبعا بيديني اه على سطح القماش اقلام طولية. احنا طبعا بجو نتكلم عن التركيب عموما احنا بنتكلم عن التصميم الخاص بالتركيب دي. هنا سادة واحد على واحد مرة تانية. والمرة دي هناخده كل الاتجاهين. في كل الاتجاهين. كل مربع منهم او كل علامة منهم هيتحط حواليها تلات علامات جدد. انا هنعملهم كلهم في تصميم واحد. عشان نجرب. دي طبعا برا الموضوع. هنا دي كده. بعلامتين كل الاتجاهين. وكده. بتلات علامات كل الاتجاهين. ديها لون تاني. كل واحدة منهم تصميم على فكرة. يعني كل اللون هينزل هنا معناه انه تصميم كامل. ده كده ممتد بتلات علامات كل الاتجاهين. كده بقى اربع علامات كل الاتجاهين. هتلاقينا دائما المحتفظين بالعلامة الاصلية في الداخل. وهكزا. يبقى هنا التصميم الاساسي هيبقى واحد على واحد والتصميم اللي بعده كان اتنين على اتنين. والتصميم اللي بعده كان تلاتة على تلاتة. انا بحدد مساحة التصميم هي اللي بتنبسومة دي. والتصميم اللي بعده اربعة على اربعة. ده كده كلها تصميمات ممتدة منتظمة. دي هنا زي ما قلنا في النسيج ده هيديني مربعات. هيديني القماش على هيئة مربعات. طبعا مش هتدي مش بقى ظهرة بتلونة مربعات بالشكل ده. لكن انا بقولك ان ده شكل التصميم مبدئيا اللي هيكون معاك فيه على القماش او حتى على ورق المربعات. فبالتالي بدأنا زي ما احنا شفنا كده بعلامة صد علامة. بعد كده علامتين بما فيهم اللون ده مفروض يبقى نفس المربع بلون واحد. بس طبعا حطينا اكتر من لون عشان يبين. بعد كده المربع ده كله بما فيه جزئية دي. بلون او هيتقفل بلون. وده برضو زيه. عشان يبقى تلاتة على تلاتة. وبعد كده وصلنا ليه اربعة على اربعة اللي هي مساحة التصميم كلها. فبالتالي. اول ما اصلت اربعة على اربعة كان مقصود ان كل المربع ده كده بيكون متلون بلون واحد. اوعى في الامتحان تحط الوان بالشكل ده زي ما احنا بنحطين. احنا حطين مثال. وهتشوف الامثلة ده هي بتتطبق عندك في التطبيقات اللي انت هتنفزها. هتشوف ازاي المثال ده هيكون طبيعي وازاي هتلون. بس احنا زي ما قلنا كده بدل ما نعمل كل تصميم بوحده. عملنا لكم تصمات كلها فوق تصميم واحد. لكن انت في الامتحان لو جاي لك تصميم اربعة فاربعة بتعمل تمانية مساحة التصميم. اللي هو اربعة الاربعة يعني. فبقى من تمانية في تمانية مساحة التصميم واسم منها بالطول كل اربعة بالعرض كل اربعة هينطق مربعات كبيرة. المربعات الكبيرة دي هي اللي احنا بتلونها عشان يظهر التصميم بتاعك. بقى احنا كده عرفنا الامتداد وعرفنا بيتم ازاي على الورق المربعات. بس احنا هنا شغالين على الكمبيوتر فبالتالي الترجمة اللي احنا بنعمله ده هتكون شبه اللي بيحصل على ورقة المربعات. فبالتالي هاخد التصميمات بتاعتي. بروح اعمل لها ايه? عملية التنفيذ على الورق. طب. انا بكده انا عرفت ان انا اصمي ومعرفت ان انا اشتغل. طب تعالي بقى نشوف مصدر سطحي النسيج السيدة الممتد السيدة. تعالي نشوف كده. شكله هيبقى عامل ازاي? هنعمل هنا تصميم صغير. ممتد السيدة. نلونه. ممكن نقرره. هنوزع التقرار بتاعي. بالشكل ده كده. هنا ما بيقول لي ايه? مساحة التصميم طول العرض تتضرب في اتنين زائد واحد. مساحة التصميم بتاعتي ده هنا اتنين اربعة ستة تمانية بالعرض. في اتنين زائد واحد. وبالطول تلاتة اه ستة وستة اتناشر. بالطول اتناشر. وبالعرض تمانية. بتل اتناشر هتتضربه في اتنين زائد واحد. والتمانية هتضربه في اتنين زائد واحد. اتنين واتنين في اتناشر باربعة وعشرين وواحد خمسة وعشرين بالطول. فهنا هيحدد مساحة بالعرض آآ ستاشر وبالطول خمسة وعشرين. هنا طبعا عشان المساحة بتاعتي مش هتكون آآ تقضي التصميم. هيعمل حاجة كويسة. هيبدأ هنا يوسع ليه جزء من التصميم ويبدأ ان هو ايه يجهزه. هنا طبعا بالطول هنا تلاتاشر وبالعرض اربع. هنا هياخد تكرار واحد بس من التصميم هيعمل له ايه? هيعمل له الماظر السطحي بديعه. فهو كده اخد اتنين في ستة. الاتنين في ستة. هيبدأ هنا ايحرك. طبعا لو اللي فاهم ماظر السطح هيقول لي ايه? اللحمة الاولى تحت الفتلة الاولى وفوق التانية. اللحمة التانية تحت الاولى وفوق التانية. اللحمة التالتة تحت الاولى وفوق التالتة. فوق التانية معلش. اما اللحمة اللي جاية دي اللي هي الرابعة. رقم اربعة. فوق الاولى تحت التانية. رقم خمسة فوق الاولى تحت التانية. رقم ستة فوق الاولى تحت التانية. اهو. هنا تحت الاولى دي تحت الاولى. فوق التانية فوق التانية. وهكزا. تمام كده? طيب عايزين نشوف ماظر سطحي. ليه? الناسيك سادة ممتد لحمة هنا هيرسم التصميم العادي بتاعي انا هيعمله اربعة على اربعة بالشكل ده كده هيبدأ يوزعه هيحط لون اللحمة هيبدأ يشوف المساحة بالعرض كام هياخد تكرار واحد بس اللي هو اتنين في تمانية طبعا انا بندي مثال طبعا انت لو في الامتحان لازم ترسم التصميم كله بس انا هاخد مثال لتكرار واحد اتنين في تمانية بستاشر واحد سبعتاشر بالعرض وبالطول اتنين في اتنين باربعة وواحد خمسة بالطول دي المساحة اللي انا هشتغل فيها التصميم بتاعي بحددها بحط الفتل بالشكل ده كده كده هديهم اللون الازرق بتاع الفتل بالعرض احط العلامات البيضة كلها اللي في اتجاه اللحمة وبعد كده في الاخر الان اللحمة مغطية اخر اربع ايه فتل وهنا هخليها التعدي فوق الاربع فتل الاولانيين وبعد كده هرحاطت العلامات البيضة اللي اتبقت مبين الفتل الباقي هديها لون اللحمة اخترت اي لون طبعا بس طبعا لا صفر لون من الالوان اللي غير مستحاب استخدامها على التركيب النسجية لكن احنا حطناها هنا عشان خاطر نوضح هنا طبعا هو بيقولك ان اللحمة دي مشت تحت اول اربع فتل وغطت على الاربع فتل التانيين زي ما هنا كده اللون الابيض معناه ان اللحمة فوق اللون السدة معناه ان السدة فوق فبالتالي انا عندي اول اربعة فوق اه تاني اربعة هيكون تحتهم اللحمة اللحمة التانية فوق اول اربعة فتل وتحت الاربعة البقية تعالي بقى نشوف مزر سطحي للنسيج السادة ممتد كلا الاتجاهين هنا هعمل النسيج بالشكل الطبيعي مزي ما كنا عاملينه في المثال هنعمل اربعة فاربعة يعني هيحتاج تصميم تمانية فتمانية اربعة الاربعة معلش يعني همحتاج تمانية فتمانية هديهم اللون بتاعي نين في تمانية فستاشر واحد سبعتاشر هتكون مساحة التصميم سبعتاشر في سبعتاشر حدد الحدود اخط دليل الفتل هلون الفتل بتاعتي الشكل ده بحط عليه على مادة بكلون احمر كمبيوتر انا بعد ما اعمل عملية التحديد او سيليكت زي ما انا بنسميها كمبيوتر حدد كل الخيوط واروح يديها اللون الاحمر بتاع بعد كده بيقول لي ان اللحمة تحت اول اربعة فتل وفوق الاربعة الباقيين هيكرر الكلام ده اربعة مرة انا بحب اعمل الفتل بشكل منفصل بالشكل ده عشان تبقى الطريقة اللي انا اشتغلت بيها النظام ده تتطبق على كل انواع تركيب ناسجي هنا فوق اربعة تحت اربعة فوق اربعة واروح ملون اللبد اللي بين الاربعة الباقيين فوق اربعة واروح ملون اللبد اللي باقي وسط الخيوط الباقي فوق اربعة واروح ملون الابيض اللي بين الخيوط الباقي اديها لون مخالف يكون واضح عشان يبان معايا التصميم بالشكل ده كده ظاهر ان الفتاة المغطية جزء الاولاني والتاني لا هنا بقى نيجي على حاجة مهمة جدا بعد معرفنا تركيب ناسجيال بسيطة كده هنجيه في امرار اللحمة طبعا امرار اللحمة مش موجودة عندنا في الوحدات في جزء الاولاني لكن لازم ناخد فكرة عنها زي ما اخدنا فكرة عن الغازل هنا طبعا عشان امرار اللحمة وده جزء من الاجزاء اللي بتدارس في الصف الثالث عندنا في المنظومة القديمة واخدت جزء الاولاني من السنة الدراسية في الدبلوم هنا طبعا ده شكل المكوك بتاعها واشيال مصورة لحمة هنا ده نوع من انواع المكينات بيستخدم المضارب السفلية بيستخدم المكوك لسه شايفينه من شوية عندي فيه الفيديو ده حركة المشتة اصناها عملية الضم وده حركة المضرب هو بيدرب المكوك عشان يتغير فص النفس بعد كده نوع تاني من انواع اجزة امرار اللحمة هو الريبيار في عندي ثلاثة انواع منه آآ صلب ومرن وتلسكوبي ده نوع من الانواع المرنة ده البنس بتاعته هو خارج المكينة هنا المكينة هيا شغالة طبعا بيفتح فاتحة النفس بيمر الاتنين ريبيار من الجاهتين بيقابلوا بعض اصوف النفس بيتبادلوا خيط اللحم يبقى اللي جاي من جاهة الشمال لو ان تم ت�동 الجهة الشمالة تلاقى داخل بالخيط الجهة لمين، داخل فضي بيقابلوا بعض اصوف النفس بيتبادلوا خيط اللحم هنا طبعا آآ خيط اللحم بيتم فكه من الكون Workuna يتم هنا طبعا الريبر لقدامي او الحربة لقدامي دي حربة صلبة من اتجاه واحد دي نوع تاني من الحراب ودي حربة صلبة من الجهتين دي طبعا اسرع شوية من الجهاز اللي قبلها لان هي بتاخد نص الوقت في عملية الامرار لكنها بتاخد حيز جنب المكينة سواء كانت هي او التانية لان بتاخد حيز كامل حجم المكينة جنب المكينة اما هنا مقسم المكينة على الجهتين برضو دول بيتقابلوا في وسط النفس بيتبادلوا خيط اللحمة. وهكذا اثناء عمليات التشغيل. طيب النوع اللي بعد كده يشبه النوع ده بس تلسكوبي. بيعمل نفس العمليات بس تلسكوبي. يمكن هو مش منتشر او تقريبا مش موجود في مصر بشكل كامل. اما بقية الاجهزة موجودة. هنا ده طبعا الريبير المرن او الحراب المرنة. بتاخدش حيز جنب الماكينة. بتستخبى داخل الماكينة. آآ بيتبادلوا خيط اللحمة في نص النفس. وهي اسرع الماكينة بيستخدم الحراب. بيتبادلوا خيط اللحمة. زي ما احنا شايفين والمكانة شغالة. طبعا المرن زي ما قلنا هو الميزة اللي فيه انه ما بيخدش حيز جنب الماكينة. بيستخبى تحت الماكينة. ده النوع التاني ده نوع تلسكوبي. بياخدش حيز اوجن بالماكينة لكن عنده مشكلة كبيرة جدا ان الغبار اللي طالع او الاتريبة اللي طالع اثناء عملية الانتاج بتتجمع على الجهاز اللي بيحرك الريبير وبيعطله. فبالتالي اعطال النوع ده كتير. لكن هو بيشبه الريال الراديو في الحركة بتاعه. ده القذيفة اللي بتشتغل فيه اه مكينات السولزر. وده طبعا المضرب بتاعها هنا على المكانة بتبدأ تسحب خيط اللحمة وتمسك خيط اللحمة. بيبدأ المضرب يضرب القذيفة. القذيفة بتطير في وسط النفس وبيساعدها على توجيه مجموعة الادلة اللي موجودة امام بشرات المشت. تبدأ اه بعد المرور بتبدأ عملية الضم. والقذيفة بتبدأ تنزل وتروح الجهة التانية. في انتظار الحتفة التالية. بعد كده هنا اه 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 احدث الاجهزة اللي بتشتغل بتضغط النفاس للهوى والمية. كمية الخيوط اللي بتخرج. بيتبقى خارجة عن طريق فيه جهاز بيحضر كمية الخيوط المطلوبة. هنا طبعا زينا شايفين فيه نطوء في بشارات المشت بيساعد على توجيه الخيوط بيتفك الخيط من الكونا بيروح على جهاز التحضير اللي بيسحب كمية اللحمة المطلوبة بتمر على الفونية الرئيسية ومنها للفونيات المساعدة لأمام بشارات المشت بتساعد على توجيه الخيط وحمله ومروره بيساعد على توجيه اكتر كمان الفراغ او النطوء الموجود على البشرات بيعمل زي فتحة عشان يمرر عليها خيط اللحمة طبعا ده من المكانات السريعة جدا عندنا ايه شايفين المكان هنا بسرعتها العالية وهي شغالة بتقدر طبعا تنتج كميات قماش بشكل كويس الجودة بتاعتي بتكون عالية اه عن المكينات القديمة اه بنت كميات حسب الانتاج المطلوب حسب حجم الانتاج المطلوب اه الجودة بتاعتي بتكون كمان بتكون عالية يبقى انا هنا بعمل اه منتج بجودة عالية عن طريق استخدام الاجهزة الحديثة انا هنا بتكلم عن تركيب نسجي بتكلم عن اه حاجة في النسيج في مكان وفي اجهزة المكان اللي انا شغال به مكان بيعتمد على تصميمات تم تصميمها على ورق المربعات وتم نقلها عن طريق اه الفنيين او المفروض ان هم بيجهزوا المكينات عن طريق وضع الخيوط في اه زي ما قلنا في الدرق وتشغيل الخيوط دي بالشكل المطلوب زي ما قلنا انا ما عنديش نسيج اه سادة بس انا عندي مجموعة انسجة بسيطة مجموعة الانسجة البسيطة دي بتبقى بتحتمل او بتحتاج عدد درق قليل وبناء عليه بيبدأ يصمم التصميم بتاعه ويبدأ يشغاله على المكينات اه اقل عدد درق في النسيج السادة بيبقى درقتين اقل عدد درق في النسيج المبرد تلات درقات اقل عدد درق في النسيج الاطلس اربع درقات بس النسيج الاطلس المنتظم خمس درقات Be climatic بس اقدر باربع درقات اعمل نسيج اطلس بس هيكون غير منتظم طيب مجموعة الانسجة دي الغلط من وجودها ان هي بتساعدني بالاكتر على عملية الايه التنفيذ طيب وانا بشتغل مجموعة الانسجة دي اللي هيزعر على سطح القمشي هزها رصات حجوة قماشة تصمي. طيب هو انا بتكلم عن قماشة. بشوف عليها نقشات. هو القماشة اللي عليها نقشات دي معمولة سادة. هقول لك لا. اول ما اطلع على النقشات بنسبق الانسجة دي. ليه? الانسجة دي انسجة بسيطة. لما هطلع على الانسجة اللي فيها نقشات. معنى كده ان انا هستخدم انسجة غير الانسجة المتعود عليها. ممكن تبقى النسجة اساسا عبارة عن نقشة. وبنانا عليه? ببدأ ان انا اشتغل على التصميم بتاعي. مثلا لو شفت قماشة بتاعت مفرش. او او مشت فرش. او مشت الفرش. ما بتبقاش منسوجة بنسج عادي. لا ده بيبقى تصميم موضوع والنسج العادي دوت هو العامل في التحبيس. بس عدد الدرقات هنا ما بيبقاش عدد العلامات الموجودة عندي. لا. ده انا بحبس عليها بالنظام الدرق. طيب زي ايه مسلا لو تقدمنا في الدراسة كده شوية من ضمن اجهزة فتح النفس في نظام دوبي. في الدوبي بيبقى عدد الدرق كبير. والتصميم اقدر اقسمهم لمجموعات. حسب الاختلافات. ممكن يكون عندي تصميم في اربع اختلافات. كل اختلاف في عشرين فتلة. تمام كده? فيبقى عندي مسلا تمانين فتلة. عشرين اربعين ستين تمانين. يبقى عندي اربع اختلافات. كل اختلاف في ايه? عشرين فتلة. طيب العشرين فتلة دول اقدر استخدمهم بنظام المبرد. واحط لكل مجموعة عدد من الدرق. وليكن مسلا انا عندي المجموعة الاولى هتبقى اه با اربع درقات او خمس درقات حسب التصميم من تركيب النسج البسيط اللي انا هحطه. المجموعة التانية التالتة الرابعة. فبالتالي ممكن كل مجموعة يبقى لها مجموعة من الدرق. اربع درقات او خمس درقات. وطبعا ده لما نيجي ناخد النزام المبرد او نزام النقشات ديت ان شاء الله هنتكلم عنه بشكل مفصل. طيب عشان نقدر نكمل ده محتاجين ان شاء الله آآ نبقى فاهمين نسيج كويس نبقى عارفين ازاي بنعمل تصماتنا بالشكل المطلوب. وطبعا آآ ده هنتابعه في الحلقات الجاية. لكن النهار ده وقتنا خلص معكم بسرعة. تعليمنا فيه احاجات جميلة جدا تخص آآ النسيج. ان شاء الله نشوفكم في الحلقات الجاية. مع تنوع اكتر في المعارف اللي معانا ان شاء الله. واهتموا بالمهارات كويس جدا في المدرسة. حاولوا تصوروا كل مهمة او مهارة بتنفذوها هتساعدكم كددا في ملف الانجاز بتاعكم فيما بعد. آآ ان شاء الله طبعا اتنال لكم التوفيق تشوفكم على خير في الحلقات الجاية. والى اللقاء. شكرا